هنبدأ معكم من خبر عالمي والعالم مهتم بخبر عن أمل جديد لمرض السرطان وهو لقاح شخصي للمرض الخبيث والصعب طبعاً واللي بتمنى الشفاء جميع المصابين منه والحقيقة إنه العلاج ده هيكون شكل من أشكال منع عودة المرض حتى بعد الجراحة لأنه هيكون على العلاج مناعي مصمم لتحفيز جهاز المناعة في الجسم عشان يتمكن من تحديد موقع الخلايا السرطانية ومكافحتها وبالتالي يقلل من فرص عودة المرض مرة تانية طبعاً الناس كتير من اللي بيجي لهم مرض الكانسر بنا يعفينا ويعفيكو ويسلمنا ويسلمكو طبعاً بيبقى فيه إمكانية عودة المرض مرة أخرى هم بيقولوا أنه طبعاً العلاجات المناعية بدأت منذ سنوات طويلة في علاج مرض السرطان لكن النهاردة بيكلموا عن علاج فعال قد يشكل ثورة في علاج مرض السرطان وإنجلترا بالفعل أطلقت التجربة الأولى لهذا اللقاح